سائل خير عليكم يا رب تكونوا بالف خير اهلا بكم مشاهدي قناتي ارتس اند كرافت النهاردة فيديو جديد بقى انه فترة طويلة ما صورناش فيديوهات حوالي اسبوعين بنصور بس اللي هي الفيديوهات القصيرة بس ما صورناش فيديوهات كبيرة اللي انتم متعودين عليها واللي متابعين بيحبوا يسمعوا عشان يتعلموا الرسم بادقة تفاصيله فالنهاردة كده قلت نرسم رسمة بسيطة مع بعض بس النهاردة وفي حاجة متغيرة عن كل فيديو ده اول فيديو عندي في القناة اعمله بالالوان يعني دايما اه بصور معاكم الفيديوهات بالقلم الرصاص بلونش ابدا من اول ما عملنا القناة مع بعض وانا مش بلون الفيديو ده انا بلون في يعني استخدمت الالوان فيه فحابة كده اعرف رأيكم في الكمنتات نكمل على نمط الالوان ولا نرجع للرسم والرصاص تاني يعني مستنية رأيكم في الكمنتات وعايز اعرف رأيكم يهمني طبعا نكمل نرسم بالالوان اه ولا نرسم بالقلم الرصاص بس ولا نرسم الاتنين مع بعض يعني نعمل كده في القناة بين الرسم بالالوان والرسم بالقلم والرصاص وتصميم الاكسسوارات والاعدة التدوير والاعمال اليدوية وكل حاجة تخص الفن والابداع. انا مستانية رأيكم لان رأيكم يهمني جدا. طبعا حبيبي الحلوين اللي بيسمعوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وزي مواضح عندكم في الرسمة كده احنا النهاردة بنرسم زي عصفور بس بشكل مختلف او طائر. يعني زي ما تسموا عصفور طائر اي حاجة. بس احنا النهاردة هنستخدم بس الالوان الحلوة دي. رغم ان الالوان عملتها معي اصلا. الالوان انا شرية العلبة جديدة. واتفاجئت لما فتحت العلبة ان الالوان مش شغالة. فاضطريت ان انا افتح الالم من جوة وطلع السفنجة اللي فيه. واستخدم مية علشان اعرف ان انا اكسر الالوان. فقبل ما اشتري الالوان جديدة اللي انتم عارفين حاجة دي غالية من الثانية رأيكم. اكمل بالالوان ولا خليني في الاغم الرصاص. ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان وصلكوا كل جديد. وتعالوا بنا بقى نكمل رسمتنا مع بعض ونشوف هنوصل لايه في النهاية. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة